حياكم الله وإلى ختام فقرات أمسيتنا وضمن إطار فعاليات الشهر القراءة التي تأتي تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أنهي رئيس الدولة حفظه الله ورعا بهدف التعريف على أهمية القراءة ودورها في تنمية العقل وزيادة وزيادة الإدراك نظم متحف الشارقة الخط تزامنا مع هذه المناسبة فعاليات شهر القراءة والتي انطلقت في الأول من مارس وتستمر إن شاء الله حتى الخامس من مارس الجاري تفاصيل حول هذه الفعالية نتعرف عليها منظفتنا في الاستوديو الأستاذة بوثينا عبد الكريم الرصاصي أمين متحف الشارقة الخط هيا أتشاء الله بوثينا اليوم خلصت الفعاليات باشر إن شاء الله يعطيكم العافية يا بوثينا بتأكيد على هذه الفعالية خبريني يا بوشي شوه المهرجان بالنسبة لمتحف الشارقة الخط طبعا مثل ما ذكرتي انطلاقا مبادرة الشيخ صاحب السموي شيخ خليفة بن زايد قال نهيان حفظ الله ورعا والشيخ محمد بن راشد على أهمية القراءة فحبينا أن نشارك في هذه المبادرة المجتمعية الثقافية لتعزيز القراءة لدى الأطفال خصوصا طلاب المدارس اللي ركزنا عليهم أكثر شيء في هذه الفعالية جميل طبعا في العديد من الفعاليات والورش والأنشطة اللي ضمنها هالمهرجان عشو ركزتوا في الفعاليات والورش وكيفية أيضا الفعاليات والورش طبعا التركيز كله على القراءة وعى الكتاب في نفس الوقت لأنه هو المضمون اللي تحصي من القراءة إضافة إلى ورش ما أخذ شوية من القراءة بس بأسلوب ثاني كيف يعني بوثينا؟ بأسلوب ثاني كيف مثلا عندنا في ورشة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الأرشيف الوطني عندنا زايد مئة حكاية فطلاب من المدارس كل طالب يكون قرى كتاب عن الشيخ زايد الله يرحمه الله يرحمه يغفر الله فكل طالب يتكلم عن مضمون هذا الكتاب وبعدين يكتبه في دفتر يكتب ملخص عن هذا الكتاب اللي يقرى والطالب اللي يعني بيشوفون أن يقرى الكتاب وكتاب عنه بطريقة حلوة بيطبعون له هذا الكتاب فكانت يعني هاي مبادرة حلوة من الوزارة إذا كتب ملخص يصلح للنشر فينشرون هذا الملخص جميل جدا هذا التشجيع يعني خطوة كبيرة جدا تشجع فيها أصلا كل طالب وطالبة أن يشارك فيها المبادرة أن يشارك فيها المبادرة جميل فيه طبعا مشاركات ثانية مثلا عدنا مبادرة لغوتي كانت ورشهم عبارة عن تاب إلكتروني للأطفال أنه أيضا بعد كل برنامج يتكلم عن القراءة بطريقة مختلفة مختلفة ثانية عدنا هيئة الشارج الكتاب أيضا مشاركين بكتب أيضا اللي حاب يستعير الكتاب أو حاب أن يهدون الكتاب بعد كان هذا من ضمن مبادراتهم عدنا مشاركة قسم التعليم في إدارة التعليم عدنا في الإدارة ورش خاصة أيضا بالقراءة سواء للكتاب سواء للكبار أو للصغار اللي هي ورشة مثلا عدنا ورشة كتاب الأسماء كان الخطط موجود هاي طبعا اللي نشوفها هاي مع الأستاذ رضا جمعة أن يكتب أسامي الحضور الناس ويتحبها الورشة عدنا طبعا مغير ورشة حقيبة الحروف حقيبة الحروف اللي هي شنطة وكل واحد يختار الدزاين اللي حب أن يحط الحروف عليها وعلى هالحقيبة وبعدين يقدر ياخذها كأهدا عدنا أيضا مؤسسة شيخ محمد بن راشد للمعرفة عندهم اللي هي ورشة القراءة كانت مع الكاتبة إيمان حمدان اللي هي تروي قصة للطلاب وإضافة إلى معرض الكتاب كان موجود أيضا اللي حب يشتعير الكتاب أو في عندنا أيضا تقافة بلا حدود كان عندهم ورشة قهوة وكتاب يعطونهم كوفي ويسون في قاسة أو كتاب الله من هذا أحلى شيء عندهم نعم الكوفي صحيح نحن له هالغريبين يحبون الكوفي بشكل غريب كوفي وكتاب قمة السعادة ما شاء الله عليهم وعندنا الشرطة بعد النساء القيادة العامة لشرطة الشارجة عندهم مبادرة سلسلة من القصص للأستاذة ذكرى العيبي فكانت مبادرتهم أن هذه السلسلة يقدر أي طفل يحصل عليها ويقراها وهذه مبادرة جديدة في شرطة الشارجة وعندنا أيضا مدينة الشارجة الخدمات الإنسانية كانوا بعض المتواجدين لنا ويعطيهم العافي كانوا يسوون ورش خاصة بالخزف تقريبا هذه إن شاء الله لا يكون نسيتها مدينة الشارجة الخدمات الإنسانية قدمت شيء بالنسبة القراءة خاصة بذوي الإعاق المغظم الورش اللي مساوينا خاصة بالحروف أو أشياء خاصة بالزخرفة فكانت فيها حروف يعني فهل ورش اللي مقدمينها وكانوا هم الطلاب نفسهم يقادمون الورش فكاننا هذا شيء جيد حلو أن تشوفينهم متجاة من ساعة كم؟ أبو ثينا طبعا المهرجات مقامة في المتحف أولا وين بالضبط؟ في ساحة الخط اللي هي الساحة الخارجية في ساحة الخط الخارجية وعشان تشينا كنت أشوفنا الساحة في التقرير صحة شوية تغير بس قلنا فرصة وبعدين عشان الصبح موجودين موجودة نفس الفعاليات نعم يومية من تسعة ونص لين ساعة تناش لديكم فرصة يا جماعة باتر الزرور إن شاء الله نتمنى نشوف جمهور أكثر أوعدنا من الساعة خمس مساء لحد الساعة ثمان من خمس لين ثمان طبعا هذا هو الوقت الفعالية أكثر شيء أعتقد أنتم مركزين فيها على الأطفال بالضبط من عمو كم لين عمو كم؟ حسيت أن كل فعالياتكم حابين تستهدفون فيها أي أعمار أحبت تستهدفون؟ هذه الفعالية تحديدا كنا نستهدف الفئة التي هي من خمس سنوات لحد سنة لخمس عشر سنة تقريبا معظم الورش خاصة هذه الفئة العمرية لهم طلاب المدارس طلاب المدارس بشكل عام قبل الثانوية قبل الثانوية مع أن الكتب للجميع بالتأكيد للكبار قبل الصغار فقط تركيز الورش كان أكثر شيء على الأطفال نظمت بوثينا كذلك مع المدارس بحيث أن يكون ربما استقطاب لطلاب المدارس خصوصا في فترة الصباحية أعتقد أن يستهدف فيها طلاب المدارس أكثر من غيرهم ممكن مساء حلو أن تشارك الأم مع بنتهم مثل ما نشوف في الصورة حلو أن يشارك الأب أو الأخوة مع بعض يتشاركون مع بعض قراءة كتاب معين لكن الصبح أعتقد مختلف الأمر شوية بحيث أن مدرساتهم يكونوا معهم أو معلماتهم يكونوا مع زملائهم حتى التنافسية يمكن تكون غير صباحا عن مساء يكون مختلف تماما جامعة القاسمية كانوا موجودين لأنهم غير عرب صح عندهم متعة غير طبيعية حب اللغة العربية تشاهدونهم حتى الألعاب مع الأطفال لأنهم فيها الحروف كانوا مندمجين في هذا الموضوع بالنسبة للمدارس نشكرت وزارة التربية والتعليم كان لها جزء كبير في تنظيم حضور المدارس خلال هذه الفعالية أول يوم من الساعة ثمان ونص كانوا موجودين فوق الستمئة طالب كانوا موجودين في المنطقة كانت استفتاحية الحمد لله جميلة أن العدد كان كبير ومن غير طبعا المدارس اللي كانوا ويونا كنا نقول لهم إن شاء الله بيكون عندنا هذا المهرجان فكانت تعاون مع الوزارة وفي نفس الوقت كانت ترتيب من المتحف أن يكون فيه جزء من تعليم القراءة أبو ثينا هو أيضا تعليم الكتابة أو الخط أنتم متخصصين في هذا المجال ما في حد أحسن عنكم يعني أن الطفل يتعلم كيف يكتب بخط جميل أو أن يحفظ كيف يرسم الخط العربي هذا بحد ذاته يحط في باله ارتباط أو في عقله ارتباط بالخط العربي وارتباط بالحرف العربي بشكل عام نظمت ورش خاصة بالخط العربي أثناء هالمهرجان؟ هالمهرجان لا ما كان فيه ورش خط لأن مثل ما قلتي الخط فالخط أنا دايما لأن مجاله شوي يعني يباله تتشاعدين فيه عشان تطلعين تقدرين توصلين للخط نفسه بالضبط أنا دايما أحاول الفعاليات مثل مهرجان القراءة مهرجان القراءة يوم العالمي للكتاب أحاول أن هالفعاليات ليس شرقة دوري للكتاب بالضبط أن أحاول أني أكون موجودة لماذا؟ لأننا نروح ونرد نصل للخط مثل ما ذكرتي فأحاول أن أشارك في هذه المبادرات أو الفعاليات المجتمعية الثقافية بس عشان أوصل لها النقطة أن القراءة نرجع للخط الكتاب نرجع للخط فهذا الشيء يجب أن تكسبون جمهورك أكثر الناس تعرف متحفك أكثر الناس تحب الخط أكثر وما شاء الله كل سنة تلاحظون أن الإقبال على المتحف أكثر حتى بالفعاليات هذه الفعاليات مثل هذه الفعاليات ومهرجان ومرتبط بالقراءة بشكل عام لكن في النهاية الطفل أو الأسرة ما تعرفت أو حتى السائح أو مثل ما ذكرتي من الجامعة القاسمية وطلاب أصلا من خارج الدولة ما تعرف على متحف الشارقة الخط يتعرف عليه من خلال الفعاليات ربما ما تكون مرتبطة أساساً أو ما تركز أساساً على الخط لكن بطريقة غير مباشرة تربط بالحرف العربي أو بالخط بالخط العربي صح يعني دائماً أحاول على قد ما أقدر أن أحاول أن أنظم أشياء تربطنا بالخط يعني على أساس أن الناس تنجذب الناس تعرف أن هناك متحف الشارقة للخط أن المتحف ما بس خط هو المجال الجامد لا يقدر يقدم أشياء ثانية ويقدر يشارك معكم في فعالياتكم كل ما له علاقة بالحرف العربي أو بالخط العربي صحيح الحمد لله دورات الخط يحضرون الدورات باستمرار الدورات اللي دائماً نسويها فعالياتنا بالعكس تتواصلوا ما عادكم فعالية ما عادكم دورة تسأل سوى إدراك واهتمام أهالي الشارجة أو حتى الزوار اللي تعرفوا علينا من خلال الفعاليات حتى الخارجية اللي نشارك فيها بالعكس قاموا خلاص إستوى رواد المتحف يهتمون أي ورشة أي فعالية تصلوا فينا خبرونا نحن أكيد بني نحن نحن نشارك حتى نتفاجأنا وننظم له المهرجان أن هناك جهات تتصل لماذا لم تخبرتونا؟ لماذا لم تقلتونا؟ لكي نشارك نحن نحن نشارك في المهرجان خاصة أن هذه أول سنة لننظم هذه المهرجان إن شاء الله لا تكون أخر سنة سنوات لياها إن شاء الله ستكون هناك مهرجانات إن شاء الله ستكون بطريقة أفضل وأحسن إن شاء الله إن شاء الله هذا يمكن بداية الخير مثل ما يقولون في 2018 لكن نحن نعرف طبعا أن المتحف عند العديد من أجندة متكاملة كل عام وفي أشياء سنوية أصلا تنظم من قبلكم ماذا له إن شاء الله بعد ما يخلص هذا المهرجان ماذا له اليديد القادم بعده؟ إن شاء الله ستكون لدينا استضافة ملتقى الشارجة لفن الخط في المتحف وهو تنظيم دائرة الثقافة من بداية 2 إبريل حتى 2 يونيو في هذه فتت الاستضافة إن شاء الله لدينا ورش مختلفة لدينا ورش كتابة المصحف لدينا محاضرات خلال هذه الفترة لدينا دورات خط أيضا في نفسها الفترة لدينا دورة خط الثلث إن شاء الله ستبدأ من تاريخ 8 إبريل لدينا أيضا دورة للعائلات ستكون فقط يوم السبت اللي حب ينضم العائلات الأب والأم والأم والأيانة بضبط إن شاء الله كل سبت إن شاء الله ستكون موجودة طبعا مثل ما ذكرت اليوم العالمي للكتاب سيكون إن شاء الله 24 أربعة بعد إن شاء الله ستكون لدينا محاضرة خاصة بالتجليد للكتاب إن شاء الله سنكون شاركين بعد في مهرجان الطفل القرائي أيضا في إبريل في عدنا المخيم الشتوي في شهر 12 عدنا إن شاء الله مشاركين في معرض التاجيات بيكون إن شاء الله في مهرجان الفنون الإسلامية اليوم اللغة العربية طبعا لازم تكون لي فيه فعالية فإن شاء الله بتكون عدنا فعالية السنة وهذه معظم الفعاليات اللي إحنا إن شاء الله نعم بيها التشعب أنا أحب بيت وايد أن التشعب أنه في كل ما يخص الفنون في كل ما يخص اللغة في كل ما يخص القراءة أنتم موجودين موجودين ومتفاعلين يعني في كل هذه المهرجانات لأنه مثل ما قلت لك الناس تحط بالها الخط شي جامد يعني الخط أبدا ما بجامد بالضبط يدخل في كل المجالات يدخل في أشياء عدة يعني فعشان شي نحب دائما أن نحاول عقل ما نقدر أن ندخل في فعاليات ومبادرات أن نكسب الجمهور ويعرفون أكثر عن أكثر دائما يعني بما أن كذلك أيضا دائما أن نحاول أن الهالة شوية اليوم صارت خطوطهم تعيسة يا جمال أنا صريحة صارت تخطوطهم جدا تعيسة لأن ما يكتبون يا ليت يا بثينا يا ليت أنتم تنظمون ونعدكم شي ربما دعنا نقول وراش تتعاونون فيها مع المدارس مدارس خاصة وحكومية والله المدارس يتواصلون معنا بالعكس يتواصلون معنا يقولون حبي مثلا تنظمونا دور التحسين خط لأن هناك ناس تحتاج لتحسين فبالعكس نشارك هناك ناس وكل الأطفال اليوم كل الأطفال مدارس دائما لدينا المعرض متجول عبارة عن عشرين عمل لمقتنيات من مقتنيات المتحف لكن تطلع المدارس في نفس الوقت تكون في ورشة يقدمها الخطات يكتب يراويهم كتابة يعطيهم نبذة بسيطة يعني شيء مبسط يتعرفون شيء مبسط والذي أكثر يشجع أكثر أن بعد ما تنتهي جولة المعرض متجول في مارس نقول لهم عندنا مسابقة الطالب اللي خطه جميل حتى الطالب اللي يحس أن فيه إمكانية أنه مثلا لو يشارك أنه يفوز أنه يتعلم يمكن حتى أو عندها هذه الموهبة الموهبة أنه يقدر يتعلم يشارك فيها المسابقة وهذه المسابقة طبعا فيها جوائز تشجيع لأن إذا تبين تكسبين بالذات الأطفال لازم تعطينهم شيء تشجعي ففيه أدايا فيه تكريم فيه حفل تكريم فبالعكس المشاركات سنة عن سنة يزيد والمدارس يشاركون والطلاب يسألون قبل المدرسين أنتوا عندكم مسابقة وسماعة مثلا من أخوية مثلا أعمل المسابقة لا تكون على الآيباد يا بوسينا لا طبعا كلها لوحات خطية حتى لو فيه قلم لا يكون على الآيباد لا كلها لوحات خطية نحن نتعاقضين من قصة الإلكترونيات يمكن والتابلت لا لا لوحات خطية فهي يعني أحس هذا الشيء شجع الطلاب أكثر أن بالعكس يحبون والمدارس دائما بعد تحب تحب زور المتحف وتيب الطلاب ولازم أهم شيء عندهم يتعرفون على الخطوط المختلفة آخر شيء الخطات يشرح لهم يعطيهم نبتة بسيطة عن الخطوط الثانية أو كيف يبدأ الخط مع كتابة الأسماء بس وايد يهتمون أن الجولة لازم يأخذونها والحلو أن المدارس مهتمة أن الطالبي هذا عنده بروجيكت مشروع أنه لازم يكتب يكتب عن لوحة معينة يكتب عن خط معين يروح المدرسة ويقدم للمدرسة كتقرير ربور مثل ما أنتو تعطون الطالب في المدرسة كافة الفنون التشكيلية عمكان هو يأخذ نبذة عن الفنون التشكيلية إن كان رسم بالأكريليك أو غيرها كل المدارس تعطي هالشيء بعد يا جماعة يعطوهم شوية عن الخطة العربية يعني لابد أن يدخل موجود يدخل من ضمن موجود بس يبالي تركيز أكثر إن شاء الله إن شاء الله نحن عقد ما نقدر نحاول أنه بالذات الإهتمام بالمدارس بالطلاب خاصة الأجيال يعني الصغيرة الصاعدة لازم يهتم فيها أكثر أساس يحب فيها في القط أكثر صحيح فان شاء الله يعني المدرسة هذا يبين فيهم يعافي يعني مثل هذه المهرجات أعتقد أن فكرة جميلة جدا تركز على الأطفال وتجذبهم فعلا للقراءة وبالتالي الخط نعم من القراءة إلى الخط شكرا لك بثين يعطيكم العافية يعافي إذن مشاهدين وصلنا إلى ختام أمسياتنا تسبحونا على الخير